أولاً لازم نبقى فاهمين حاجة مهمة جداً في طبيعة العمل السياسي ناس كتير جداً كنت تعطوا لي أين السياسة نحن نريد لازم تبقى فاهم أنه الدولة كلما استقرت وزادت ثقتها في خطواتها مش هقولك في نفسه في خطواتهم الخطوات السليمة تؤدي إلى نتائج سليمة مقدمة سليمة تؤدي إلى نتائج سليمة هتلاقيها بتذهب إلى المزيد المزيد من العمل الديمقراطي خد بالك من كلمة المزيد من العمل الديمقراطي تيجي تقول لي ده معنى أن طول الوقت كان فيه ديمقراطية يوسف هقولك آه طول الوقت كان فيه ديمقراطية لأنه طول الوقت كانت الدولة بتدعوك للجلوس على مواقع المفاوضات وعلى المحورات ولأجل الحديث والاتفاق والاختلاف وإنت اللي ما كنتش عاوز طول الوقت شايف خد بالك هنا بقى طول الوقت شايف أنه لأ أنا ما باعدش مع النظام بس أعايز أفهمك حاجة يعني واحد كلمة نظام في علم السياسة تساوي طبقة الحكم زائد معارضته فما فيش حاجة اسمها ما باعدش مع النظام ده واحد نمر اتنين في السياسة ألف به سياسة ما فيش حاجة اسمها ما باعدش باعد ونتفق ونختلف ونقوم ونعود ونروح وما فيش حاجة اسمها بطئمس حاجة اسمها بمس لأن أنا مأموس هي السياسة كده آه بمس لأن أنا مأموس علشان أحاول أخذ مساحة أوسعة يفوتولي حاجة وأعرف أنفد طيب ثلاثة المعارضة في العالم كله تقدم البدائل ولا تتهم المولاء أبدا بأنها جماعات نفعية إلا في الدول اللي للأسف عمليا ما فيهاش سياسيين كما يجب هتيجي أنت عايز تقول أن مصر ما فيها السياسيين آه إحنا هندحك على بعض أنا ليه النتيجة أول ما تشوف أنه في مرحلة من المراحل غاب السياسيين اللي بجد تسمع الجمل بتاعة المولاء أنصار الدولة ما هم دول أكيد عندهم منافع هنا تعرف أنه ما فيش سياسة طبعا هو المولاء معناها أنه الناس دي جماعات نفعية هو المولاء يعني حزب المحافظين جماعة نفعية أو في الحالة اللي إحنا فيها الديمقراطيين جماعة نفعية في أمريكا ويبقى للناس الحلوة هم الجمهوريين ولو الجمهوريين هم اللي في البيت لأبيض يبقى هم اللي نفعيين والديمقراطيين حلوين ده إحنا نبقى بقول كلام فارغ فعلشان السياسيين اللي بجد لأسباب عديدة طوارو أو سكتو أو صمتو أو أيا كان تسمع النوع ده من الخطبات دي خطبات العيال ودي الخطبات بتاعة الناس اللي عمرها في حياتها ما مارسة سياسة هو اعتبر أنه لما يكتب له تويتر على ولا تغريدها على تويتر كده بقى بيلعب سياسة ولا كتب له بوست على فيسبوك الوقت بقى محلل سياسي وكتب مقالات شاقي خالص ولا السياسة هي مجرد أنك أنت تعتبر أن التظاهر سياق المسألة مش كده السياسة يعني طربيزة بالمناسبة ألف بها سياسة يعني طربيزة وبنعد ونتفق ونختلف وناخد وندي ونكمل أعداد ويوم واثنين وثلاثة واربعة اللي بيحصل في مصر ده سياسة 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 زي ما الكتاب بيقول السياسة الصح ولا تعد تتكلم على وجهات نظرها وليه هي متمسكة بوجهات نظرها على واحد واثنين وتلاثة واربعة وخمس معارضة تقول لا ده احنا شايفين إنه نستطيع أن نفعل كذا وكذا بناء على واحد واثنين وتلاثة واربعة وخمس لما نوصل فالاخد خالص إلى المشتركات اللي هي مخرجات الحوار يتحطلها الجداول الزمنية وقاليات التنفيذ وما إلى ذلك وهنقعد كلنا نشتغل عليه ولازم نوصلها لبر الأمان كده تبقى أنت بتلعب سياسة لصالح وطنك اوعى تمشي وراء كلام التافة بتاع الرعاع اللي قاعدين برا دول بتوع الإخوان بالتحديد وأنا لا أصف معارضة الخارج بأنهم الرعاع أنا أقول لك الإخوان تحديدا تحديدا واللي شبههم واللي بيقولوا قدوا الحلوين أو اللي يصف الإخوان بأنهم أي حد يصف الإخوان بأنهم معارضة تعرف إنه زيه يعبيط ما هو يا زيه يعبيط مش فاهم حاجة فمش عايزين نشغل دماغنا بلع العبيطة بقى لكن آه أنا بقول لك طبعا في ناس معارضة زي الفول الموجودة برا مصر بس ما هماش الإخوان ثانية واحدة هو عصام حجي إخوان لأ طب مش تم دعوته طبعا بالمناسبة عصام حجي ده رفيق يعني منه إحنا عيال زغيرين مثلا يعني نتفق نختلف بس هو عصام حجي ولأنه هو عصام حجي وعلشان الدولة وثقة في أنه عصام منطلقته وطنية تم الدعوة عصام حجي طب هو عمر حمزاوي برا مش لأنه الدولة وثقة أنه منطلقته وطنية اتعزم وتقال له تعالى وشارك وبرده وافق هنا تفهم الخط الفاصل ما بين معارضة وطنية وشوية متأمرين رعاعة ديهم ملوثة بالدماء وهتفضل طول الوقت لا يجول بخاطرهم سوى إراقة الدماء للاستيلاء على الحكم بس أنت مش مشغولين بيه خالص فما تمشيش وراء كلامهم على الإطلاق سيدي الفاضل سيدتي الفاضلة اللي بيحصل النهاردة خطوة سياسة لازم كلنا ننجحها ولازم نشتغل عليها مظبوط كلنا مش بس المشاركين أنا وإنت مشاركين إحنا الناس اللي هتجلس في البيوت تشاهد على الشاشات مخرجات الحوار الوطني وقالياته وجلساته ونقرأ في الجرائد وانتابع وما إلى ذلك لازم نقرأ كويس ونفهم كويس كل كلمة مكتوبة ومنشورة ومزاعة ومتلفزة عشان ننجح ده نجح ده ينجح بلدنا